شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في قمة القادة لمكافحة داعش والعنف والتطرف الذي دعت إليه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وعقده فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمدينة نيويورك على همش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي الاجتماع من أجل تقييم الجهود التي تقوم بها دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي والتشاور في الخطوات التي يجب اتخاذها في الفترة المقبلة بما يضمن المواجهة الفاعلة لهذا التنظيم وغيره من التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية إضافة إلى البحث في أليات تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 والصادر في شهر سبتمبر من العام الماضي ويطلب من دول العالم أن تتخذ خطوات معينة لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب بما في ذلك اتخاذ تدابير لملع هؤلاء من دخول أو عبور أراضيها وتطبيق تشريعات تؤدي إلى ملاحقتهم أمام القضاء وقد أكد معالي وزير الخارجية على التزام مملكة البحرين بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي انطلاقا من موقفها الراسخ والرافض لكافة صور وأشكال التطرف والإرهاب وشدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليف على أن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي يحتاج إلى حرب طويلة المدى ومتعددة الأبعاد والمستويات خاصة أن التنظيم يغير من تكتيكاته باستمرار ولا يتورع مطلقا في ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهد والعمل لأجل دعم العمليات العسكرية ووقف تدفق الإرهابيين إلى هذا التنظيم ومواجهة التجهيد الإلكتروني عبر استمرار وتطوير الحرب الإلكترونية ضد داعش بالتوازي مع الحرب العسكرية التي يشنها التحالف الدولي فضلا عن خلق التنظيم ماليا من خلال قطع سبل المال وتشفيف مصادر التمويل عنه وفتح حقيقته كتنظيم إرهابي لا يمتل الدين الإسلامي بصلة ونوها معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى ضرورة تحسين مستوى التنسيق بين الشركاء الدوليين حول مسارات الجهود وخطوات العمل التي من شأنها القضاء على داعش وغيره من المجموعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة ترجمة نانسي قنقر